تعالوا مع بعض نشوف اخر الاحداث اللي حصلت منذ قليل وبعد موضوع التفجيرات اللي حصل في البجر وناس كتير توفت الى رحمة الله ومنهم اطفال والبقاء والدوام لله وحده بن عزي اهل سوريا ولبنان وتعالوا مع بعض نشوف دلوقتي اخر المستجدات لان العدو بيستعد للطوارئ وفي تجهيز غرف للطوارئ وتخزين الطعام لمواجهة الازمات الكلام ده نازل على كل المواقع ننزق لي فهل هم بيستعدوا لشيء ما في حدث كبير جدا عندهم الفترة اللي جاية النهاردة قبل موضوع تفجيرات البجر الاجهزة او الهواتف الزكية وهل يمكن تحولها الى قنابل يعني الاستشاريين بتوع التأمين الرقمي والزكاء الاستنوعي قالوا النهاردة بعد هذه الكرسى الكبيرة ان هم بيستغل التكنولوجيا ولكن هذا الاستغلال طريقة قديمة في التفجير وبيستخدموا ده عن طريق الترددات واشياء معينة بتستقبل رسائل قصيرة لان هي ما فيهاش اتصال دي مستقبلات فقط يمكن ان هما يعني يقدروا يستقبلوا عليها الرسائل وبعدها حصلت هذه الترددات وحطين في البطاريات شيء من الاشياء اللي بتفجر لان مش طبيعي ان بطارية موبايل او التليفون او البجر لان ده جهاز اصغر من الموبايل مش معقول ان هو يؤثر على البشر كده لا هو فيه هندسة عكسية حصلت للاجهزة دي وهذه الهندسة العكسية اه في نقاط ضعف اه اتحطت فيها مواد اه يعني الاصدار هذه الزبزبات وايضا بعد ارسال رسائل لها حصل اللي حصل طيب ده من الناحية التقنية طيب ايه اللي ممكن يحصل وبقول لحضراتكم ان العدو بدأ يستعد للطوارئ رسميا وفيه غرف اه بالكامل بيخزنوا فيها الطعام ومواجهة الازمات هما بيستعدوا لايه هل في دماغهم وعارفين ان الفترة اللي جاية دي اه فيه استعدادات كبيرة كل ده هنكشفوا لحضراتكم والسؤال الاهم هذه الاجهزة ان هي لسه جديدة ودي التقارير هي اللي بتقول الكلام ده ان هذه الاجهزة لسه جديدة فهل فعلا او تم بيعها لحزب الله اه وزير الداخلية اللبناني بيتكلم في الموضوع مروان شرب طبعا بيتكلم في هذا الموضوع وده اختراق وقال حاجات كتير جدا في مكالمة هاتفية لكن الاهم هل ايران لان الموضوع ده او الكلام ده او البجر ده جاي من ايران هل كانت عارفة هل فيه اشياء تانية هيتم كشفها في الايام اللي جاية دي انا هقول لحضراتكم السيناريوهات المحتملة وهنتكلم اه في هذا الفيديو ايضا على شهر تلاتة اللي جاية ممكن يكون فيه شئ من الاشياء يعني اه الغريبة والعجيبة لكن اللي انا متأكد منه في الوقت الحالي ان فيه استعدادات اه قوية من العدو وفيه اشياء تانية يعني تفخيخ البجر ده اه كان رسالة رسالة اه فيه ناس كتير بتقول ان فيه اه ناس من الحرس الثوري الايراني ممكن يكون لهم دخل ده مسؤول استخباراتي امريكي بيقول كده اه عن هذا الموضوع وفيه تفخيخ للاجهزة دي من داخل ايران نفسها وآآ قبل ما الناس دي تستلم هذه الاجهزة وقبل ما يحصل لهم كده المشكلة ان فيه تفلح حصل لها يعني توفها الله بسبب هذا الموضوع وصل العدد اه يعني المصابين لتلات تلاف تلات تلاف يعني رقم كبير جدا والفيديوهات بتوسق ده انا بقول لحضراتكم آآ يعني مواقع كتير جدا كتبة ان الحرس الثوري آآ الايراني ممكن يكون لي دخل بدا انا عايز اعرف من حضراتكم يعني آآ ايضا في حاجة انتو ماخدتوش بالكم منها خلال الساعات الماضية يعني يواف جالانت يعني يواف جالانت تم ايقالتو النهاردو آآ ايقالت وزير الدفاع يعني دي برضو حاجة هم عندهم مؤشرات قوية جدا وفي ناس عايز اقول لكم من اللي كان معاهم هذه الاجهزة اجهزة البجر سخنت بالفعل هذه الاجهزة لما سخنت انا حضراتكم في ناس تخلصت منها في ناس تخلصت منها وتم توصيق كل ده بالفيديوهات وفي ناس ما ادرتش او ما عرفتش فضلت لحد اخر لحظة مش فاهمة في ايه يعني آآ في مسؤولين امريكيين بيفضحوا آآ سبب موافق نيتنياهو على عملية تفجير البجر ده الكلام ده دلوقتي من آآ روسيا اليوم واكد اتنين من مسؤولين آآ الامريكانيين لوكالة اكسيوس ان العدو لم تبلغ ادارة يعني مسبقا بعملية الاستخبارات اللي شاملت تفجير اجهزة الاتصالات لالاف من اعضاء حزب الله اللبناني بحسب الوكالة قدت عملية الى تعطيل جزء كبير من نظام القيادة والسيطرة عشان كده بقول لكم اللي احنا جايبين وهنا ده اخر المستجدات لحزب الله وقال للمسؤولين بتوع العدو انهم يدركون ان التسعيد على الحدود الشمالية محتمل بعد الهجوم واضاف ان الكوات يعني الكوات العدو في حالة تقاهب قصوى تحسبا لرد محتمل من الحزب شفتوا بقى شفتوا بقى هو ده اللي انا بقول لحضراتكم ان هم وغدين او بيغدوا احتياطاتهم بالكامل ودي انباء عاجلة دلوقتي وقال مصدر مطلع ان عملية تمت الموافقة عليها في وقت صابق من هذا الاسبوع خلال اجتماع امني مع النيتن وكبار اعداء حكومته ورؤساء اجهزته الامنية وجاء ذلك بعد يوم من زيارة المبعوث الامريكي وتحذير النيتن من عواقب التسعيد في لبنان طبعا يعني انتو شايفين الحال عامل ازاي اهل لبنان لكم مننا كل الحب والتحية واهل سوريا الناس دي بتعاني يعني بتعاني الامرين وبعد هذه السلسلة من التفجيرات المتزمنة للاجهزة المحمولة كشف مسؤول كبير في حزب الله عن حالة زعيم الحزب قائلا انه بخير حسن آآ ناصرال طبعا يعني الامين العامل هما بيقولوا بخير ولم يصب باي ازا علشان بس الناس آآ اللي طلعت كلام كتير عن هذا الموضوع آآ كذلك اصيب السفير الايراني في لبنان آآ جراء انفجار جهاز البجر وفق ما اعلنت زوجته بتغريدة على منصة اكس بصوا بقى الحاجات اللي بدأت تظهر بالتزامن سجلت اصابات بين اعضاء الحزب بتروت متشابهة ايضا في سوريا وفق ما نقلت وكالة اعلام سورية وصلت الاعداد الى تلات تلاف آآ يعني هذا الهجوم فريد من نوعه آآ هي الطريقة قديمة واستخدمت قبل كده ولكن آآ يعني ده بيخلينا نرجع تاني ونقول ان آآ التكنولوجيا مش كلها كويس مش كلها كويس نسأل رب العالمين ان يحفظ الشعوب العربية يعني وحزبي الله ونعم الوكيل في آآ كل ظالم ما تنسوش دعم هذا الفيديو بالاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات وتابعوا مننا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها لحضراتكم على مدار اليوم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته